إلينا الآن النائب مصطفى بكري هو عضو مجلس النواب والإعلامي المصري برحب عالتك فنم واختيار توقيت تحديدا لإجراء تعديل وزاري من قبل رأسة الجمهورية والحكومة المصرية في ذلك التوقيت يعني بالفعل تم اختارنا بالأمس بعقد جلسة طارئة في الثانية عشر من الصباح اليوم لأمر هام وعاجل هذا الأمر الهم والعاجل تحدث عنه رئيس المجلس وقال أن هناك وفقا للمادة 147 من الدستور هناك تعديل الوزاري السيد الرئيس أخطر المجلس بخطاب طلب فيه بعد عدد من الوزراء وإحلال عدد آخر من الوزراء محلهم أبرزهم كان وزير قطاع الأعمال وزير السياحة والآثار وزير الري وزير الصحة وزير التعليم العالي وزير التربية والتعليم والحقيقة أن هذا الاختيار وزيرة الصناعة أيضا هذه الاختيارات الجديدة يعني عكست رؤية القيادة السياسية لأهمية التغيير في هذا الظرف الراهن نحن نعرف أن هناك وزارات شغيرة وزارة صحة منذ فترة من الوقت منذ أكثر من عام لم يكن هناك وزير كان وزير الصحة الحالي قائم بأعمال الوزير ولذلك الآن أصبح وزيرا للصحة وفي نفس الوقت أيضا استبعد وجود وزير للإعلام بعد تجربة الماضية خاصة وأن هناك ثلاث هيئات أساسية لإدارة الشؤون الإعلامية والصحفية ارتقي الإبقاء على هذه الهيئات لتقوم بمهمة وزير الدولة للإعلام يعني البعض كان متصورا أن تعديلا كبيرا سيتم في المجموعة الاقتصادية ولكن يبدو أن الأحوال المالية والأوضاع المالية بالتأكيد في الفترة الراهنة رأت أنه من الصعوبة إجراء تعديل واسع في المجموعة الاقتصادية الحالية باعتبار أننا في أزمة اقتصادية راهنة وهناك من بزل جهد في هذا الملف الخطوات المستقبلية يعني ماذا بعد انتهاء جلسة اليوم هل سيتم حلف اليمين بشكل مباشر اليوم أم لم تتبقى؟ يعني بتأكيد بعد الموافقة من قبل المجلس بالإجماع على هذا التعديل الوزاري أصبح طبيعيا أن يؤدي الأعضاء القسم أمام السيد الرئيس الجمهورية خلال الساعات القليلة القادمة وأتصور أن حركة محافظين كبيرة ستتلو هذا التعديل الوزاري مصطفى بكر عضو مجلس النواب المصري بنشكر حطك على وجودك معنا على قناة الغد